السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين الكرام مرحب بالجميع في حلقة جديدة منك الآتي دائما نبدأ بأهم الملفات والعنويل لهذه الليلة لكن قبل البداية يتم البرنامج أربع سنوات من العمل حريصين خلال هذه السنوات على التركيز على معاش الناس والمشاكل العامة وبنقول في كل مقدمة مشابهة في السنوات السابقة إن الغرض الرئيسي إنه تكون الوسيلة الإعلامية أداة وصل وربط بين هموم الناس ومعاشهم وبين السادة المسؤولين مسؤولين عن هموم ومعاش الشعب السوداني بشكل عام ده الغرض الرئيسي من هذا البرنامج اللي يعنى بدرجة رئيسية بالخدمات العامة تردي جانب منها وحتى الجانب المشرق أو الإيجابي إن وجد بنحرص على عرضه في هذا البرنامج لأنه الغرض إنه يساهم هذا البرنامج من خلال المواد التي تقدم فيه على تحسين حياة الناس وتوفير بيئة أفضل للشعب السوداني وطبعا بيئة أفضل يستحقها الشعب السوداني دون أدنى شك أربع سنوات نعمل على إيصال صوت المواطن ومشاكله وهمومه التصويب حول المناطق الخلل والأزمات ما عندنا أي هدف من وراء البرنامج سوى خدمة الناس ومحاولة نقل أزماتهم ومشاكلهم وما بنكون حريصين بطبيعة الحال على التعامل بغلظة أو بطريقة غير لبقة أو غير لايقة مع المسؤولين هم مسؤولين وندي بحكم الوظيفة والمسؤولية العامة بنحرص على إيصال صوت الناس وبنقول دائما أنه أحيانا بتجي مشاكل على ما يعرف بريد البرنامج في الوسائط المختلفة وبنعرض أحيانا بتكون قبل البرنامج بأيام على المعنيين في المؤسسات المختلفة وبيحصل حقيقة أنه أحيانا بتتم استجابة لمعالجة بعض الأزمات السريعة تحديدا حتى دون أن تعرض على الشاشة لأنه الهدف زي ما قلنا في بداية هذه المقدمة هو نقاش هموم الناس مش فقط من أجل النقاش أو من أجل بث طاقة سلبية الغرض المساهمة العامة في تحسين حياتنا كلنا حياتنا وحياتك وحياة حتى المسؤول لأنه بعد وقت وجيز بعد ما يغادر الكرسي والطرابيز اللي قاعد فيها حيتحول أيضا لمواطن وقد يكتوي بنفس الأزمات الكام في لحظة من اللحظات هو أحد المسؤولين الرئيسيين عنه كل عام وجميع العاملين في برنامج كالآتي فريق الإعداد لأنه حقيقة فيه جهد كبير جدا بيبذل من كل العاملين في هذا البرنامج وخلينا نقول وحتى العاملين في القناة عشان نقدر نقدم الخدمة المطلوبة عبر برنامج كالآتي وكل عام والشعب السوداني دائما بخير بمناسبة أو بدون مناسبة نبدأ بأهم الأفاتر يعني التقرير الناس يعني عبروا عن يعني غضبنا الشديد من الزيادات اللي فيها فيها تعامل كبير في البلد بشكل ساهل اللي هو قلنا الكلام دل الأسبوع الفات ونعيده مرة تانية اللي هو عندك مشكلة عندك عايز زيد الكهرباء ما غطت معاك زيد الوقود ما غطت معاك الآن في زيادة طبعا ونحن بنجهز للخروج على الهواء في زيادة 200 جنيه في أنبوبة الغاز ده غير الزيادات الطرأة تلقائيا على المواصلات وعلى غيره من السلع الأخرى لأنه الترحيل بطبيعة الحال زاد المسئولية ما مسئولية لأنه الناس أحيانا يعني زي ما يقولوا بتفش خلقها في المواصلات وفي صاحب الحافلة والباص الناس كلام كان واضح يعني أنا حازيد لأنه زيادة جات علي يعني ما حيشتغل لك بالخسارة إذن الحكومة المسئولة عننا زاتها ما اشتغلت معنا بالخسارة شافت عجزة وين وندفع فيه جميعا يعني فبالتالي حقول الناس ما تحمل على السائقية الأجرة بشكل عام لكن الحلول ساهلة لكن أثر كبير يعني بأحد من المتداخلين أنه زمان كان بيكون فيه على الأقل توطئة سي ما بيقول يعني على الأقل أنه يكون فيه تمهيد للرايا العام وواضح أنه ستزيد كذا وفيه احترام للرايا العام على الأقل ولقرارات كبيرة زي دي يعني قد يعني تقود إلى تغيير نظام كامل زي ما بيحصل وحصل في السودان في 2018 الأزمة الاقتصادية كانت واحدة من أهم يعني شرارات يعني إسقاط النظام السابق وبالتالي غيابة الحساسية في اتخاذ هذه القرارات حساسية السياسية والاجتماعية نفسها وأحيانا الإنسانية الأزمة دي طوالة حتى نعكس على زيادة مستوى وحجم الفقر اللي بيزيد بشكل كبير كل اللي بيحصل أنه الناس تحت بيزدادوا فقر وبيطلعوا بيقعوا فوقهم الناس الفوقهم يعني الطبقات الفوق دي اقتصاديا على الأقل دي الآن كلها واقع فوق راس بعض لأنه دي زيادة فوق قدرة احتمال أي بشر فالفقر بيزيد وبالتالي العطالة حتزيد لأنه ما فيه مؤسسات حتقدر تشغل الناس والمرتبات اللي بتزاد وما تزادت طبعا تأجرت لفبراير نفسها ما حتعمل حاجة لأنه فعلا السوق حياكلها والأسوأ من كده أنه حتزداد موجة العنف نفسها والسرقات ومظاهر الانفلات اللي احنا بنشاهدها الآن لأنه حاجة الناس بشريحها المختلفة حتقود إلى مظاهر كثيرة جدا ده بيخلينا نرجع للجملة الرئيسية أنه التعامل مع الأزمات بطريقة ساهلة ودون مراعاة الأبعاد المختلفة لإحنا عرضنا جزء منها بيوريك أنه دي أزمة أزمة حقيقية تحميل المواطن أعباء كل الإشكالات الموجودة على المستوى الاقتصادي مسألة برضو ما غير مرضية وغير وغير مقنعة وحقيقة بيزيد بيزيد حياة الناس صعوبة والأسوأ أنه ما في مؤشرات لانفراجة قادمة يعني ما من المتحملين ده لأنه بعد بكرة حيحصل واحد أو اثنين أو ثلاثة بعد بكرة ده طبعا بنتكلم على سنة أو اثنين أو أكثر وقال ده ما موجود لأنه المسؤولين غايبين زي ما بنقول باستمرار عن تمليك الناس المعلومات والأسباب والدواعي لخلتهم يتخذوا قراراتهم نفسه احترام الناس والخروج ليهم مسألة مهمة كلنا بنعاني من هذا الموضوع عجزنا اليوم أنه نوفر مسؤول واحد يتحدث للناس عبر هذه الشاشة ويورينا دواعي هذه الزيارات الكبيرة والضخمة واللي حتثق الكاهل المواطن السوداني في وزارة الطاقة والنفط أو في الحكومة بشكل عامل واحد ربنا يفتح عليه ويورينا أي حاجة للأسف كلهم لاذوا بالصمت الوافق قفل تلفونه ومن البداية أصلا عرف أن الجهة المتصلة قناة تلفزيونية آثر الصمت وأبا يرد بشكل كامل تمليك الناس المعلومة واحترام الناس الناس متقبل الأمر وتتعامل لا يوجد متقبل حقيقة لكن الناس يتعاملوا ويتعايشوا وربنا يجيب الفرج من عنده لكن على الأقل التواصل مع الناس عبر الوسائل المختلفة ويوروا الناس لإذا حاصل قد تكون فيه يعني يعني إمكانية تفهم من الناس لمثل هذه القرارات الصادمة والصعبة على الناس وفيه فترة وجيزة شهور قليلة وزيادات بتتراكم على عاتق المواطن السودان ربنا يكون في عوننا جميعا ملفنا التالي